اكد سعادة المستشار وائل بو علي عضو اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب عضو مجلس النواب في تصريح خاص لمركز الأخبار أنه تم افتتاح المقار الانتخابية وفق الزمن القانوني وأشار بو علي إلى الإقبال الكبير من قبل الناخبين منذ ساعات الصباح الأولى لممارسة حقهم الدستوري في الجولة الثانية من الانتخابات التكميلية للدائرة الأولى بمحافظة المحرق اليوم تم الالتزام بالوقت القانوني وتم افتتاح المقار الانتخابية للجولة الثانية من الانتخابات التكميلية للدائرة الأولى بمحافظة المحرق تم الالتزام بالوقت والله الحمد تم الافتتاح الساعة 8 تماما الإقبال ماشاء الله جدا جيد ونحن نتوقع أنه سيزيد على مر الواك المقر الفرعي الرئيسي موجود في بسيتين منطقة البسيتين وكذلك في مطار البحرين الدولي وكذلك في مجمع السيف التجاري نتمنى ونحث لكل الناخبين القدوم إلى المقار هذه ومزاولات حقهم الانتخابي والسياسي في الاستحقاق الانتخابي